مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم رح نشرح لسن وان يونت فايف بس قبل لنبدأ اريد منكم تشتركون بالقناة وتخلون لايك للفيديو وايضا رح اخلي لكم رابط قناة تنزل شرح مواد اخرى اذا تحتاجون روحوا اشتركوا بيها الرابط صندوق الوصف اوكي خلن نبدأ عنوان اللسن يقول watching the match مشاهدة المباراة watching مشاهدة match مباراة look at the pictures انظر الى الصور ادنا هنا صور يقول لنا انظر اليها what sport are they used for اي رياضة تستخدم لها هذي الاشياء يريدنا نحزر هاي الاشياء او المواد او الادوات اليا رياضة نستخدمها او باي رياضة اتفيدنا بس قبل نحزر الرياضات خنشوفوا هنا عدنا باكس خالبي بعض الرياضات هاي الرياضات ركزوا عليها حفظوها قراءة وكتابة مع العلم هي سهلة ومارة عليكم او الرياضة شنو بادمنتون يعني تنس الريشة باسكتبول كرة السلة بيسبول كرة القاعدة فوتبول كرة القدم روننج الجري تنس التنس تيبل تنس تنس الطاولة رقم واحد هاي الشبكة نستخدمها ويا التنس ثانيا هاي الشبكة مال نستخدمها ويا فوتبول ثالث شي نستخدمها ويا البادمنتون تنس الريشة رابعا تنس خامسا تيبل تنس سادسا تنس سابعا روننج ثامنا فوتبول تاسعا فوتبول هاي الترانشوز تلاحظون بجوه مسننات هاي خاص بلاعبين كرة القدم اللي يعرف شنو السبب خلي قلي بالتعليقات عاشرا بيسبول هاي المضرب مال كرة القاعدة بيسبول اوكي كماني هذي الصور خنشوف الورا read what sara says اقرأ ماذا تقول sara then talk about yourself وبعدها تحدث عن نفسك خنشوف sara هاي خنشوفها should cool i often watch sport with my family انا غالبا اشاهد الرياضة مع عائلتي and friends واصدقائي i like football pests انا احب كرة القدم بشكل مفضل i sometimes get very excited انا احيانا اصبح متحمسة جدا i jump up and down when my favorite team scores a goal انا اقفز لأعلى واسفل عندما فريقي المفضل favorite team scores a goal يحرز هدف او يسجل هدف scores يسجل goal هو هدف the last match i watched اخر مباراة انا شاهدتها اشعدنا هنا last match اخر مباراة i watched انا شاهدتها هاي بالماضي الwatched هو الماضي مع الwatch يشاهد was very exciting كانت محمسة جدا my favorite team won 4-2-1 my favorite team فريقي المفضل favorite مفضل team فريق won فازه اشقد فاز 4-2-1 4-1 تمام لهنا خلصنا lesson 1 unit 5 ما بي اي شي بس اشعدنا هسا قبل قاش قاي لنا talk about yourself لازم نحتي عن رياضتنا المفضلة مثل ما حشت هنانا سارة فخلنا انتقل انا حضرت لكم قطعة نقراها وافهملكم اياها القطعة هنا مكتوبة ومحضرة رح نقراها ونترجمها I always watch my favorite سبرينتر race انا دائما اشاهد عدائي المفضل race on tv يتسابق على التلفاز هو دائما يشاهد العداء المفضل الى على التلفاز and I go running وانا اذهب للركض with my best friend مع صديقي المفضل every morning كل صباح اذا هو يشاهد العداء المفضل ماته يتسابق على التلفاز وايضا هو يذهب الى الركض كل يوم او كل صباح مع صديقه المفضل and that give me energy وهذا يعطيني طاقة all the day طول اليوم and keep me fit ويبطيني رشيق and I raise my friend وانا اتسابق مع صديقي in school في المدرسة and the one who wins is me every time والشخص الذي يفوز هو انا كل مرة I love running very much انا احب الركض كثيرا هسه هنا اش عدنا بقى بهذا الليسن استماع يقول يقول استمع لثلاث محادثات احنا ما رح نقرأ المحادثات بس اللي يريد نقرأ المحادثات او الليسن يقول لي بالتعليقات على مود انزل لكم فيديوهات عن الليسن هسه شنو ننتقل الى الاكتيفتي بوك كتاب التمارين ونحل التمارين البي كتاب التمارين يونت فايف لسن وان عدنا التمرين الاول هو لسنينج هو هذا التمرين مو مهم وما مطلوب جميع تمارين اللسن ما مطلوبة تمام بس رح نحلها هنا للي يحتاجها اكو طلاب يحتاجوها لانو يحلوها بالصف تمام فرح نبدأ نحل بالليسن رح اطيكم فكرة عن هذا الليسنينج على مود تعرفون هسه شنو الحل رح يكون فكرة الليسن الليسنينج هو عدنا ثلاث محادثات بهذا الليسنينج بين شخصين واحد شاهد المباراة والثاني داي سئلة بين من ومنو كانت هذه المباراة شقد كانت النتيجة من وفاز تمام فالمحادثة الاولى بين شخصين كانت عن مباراة حدثت بين البرازيل والهند برازيل انديا زيان ثريقين والنتيجة شقد كانت النتيجة كانت تسعة الى واحد يعني البرازيل فازت على الهند بتسع نقاط تمام اوكي المحادثة الثانية هم كانت بين شخصين والفريقين اللي بيها هو فريق يوفينتوس وايسي ميلان النتيجة كانت السكور كانت 2-2-2 يعني اثنين الى اثنين تعادل والفريقين الاخيرين هو مانشستر يونايتد وارسنال بين فريق مانشستر يونايتد وارسنال شقد كانت النتيجة 3-1 3-1 لصالح مانشستر يونايتد تمام خلصنا اوكي ننتقل للبي البي ادنا هاي محادثة نمليه بس بين شخصين علي وفهد علي دايس الفهد شي قولي فراغ you go out last night شي مجاوب هد no اي فراغ ما طول هنا شنو خاللنا علامة استفهام اذن لازم نخلي هنا ادات سؤال تمام اوكي اذن هنا شي مجاوب no مني الجواوي يكون بالyes والno اذن نستخدم ادات سؤال اللي هي الفعل المساعد او نسأل باستخدام الفعل المساعد شنو الافعال المساعدة عدنا do و does عدنا is are am عدنا did بالماضي هنا بما انو last night ظرف يدول على الماضي اذا شنو نستخدم did تمام الفعل المساعد مال الماضي فشن خلي هنا did did you go out last night هل ذهبته الى الخارج ليلة البارحة شم جاوبه no i didn't مننجاوب نستخدم الفعل المساعد نفسه اللي سألنا بي تمام ف didn't ليش didn't هي did ليش صارت didn't شرجع سأل بعد what far you do هم دي يسأل خلي النوات اداة سؤال دائما نشي جو راها فعل مساعد what did you do ما الذي فعلته who يش قال السائل who فراغ they play who did they play من الذي لعبوا معه شجاوب فهد everton فريق everton لعب ويا liverpool علي بعدش سائل فراغ they when did they when نخلي did لأن بالماضي ف كل شي نخلي بالماضي فهد شجاوب no they didn't ما طول خال لنا نقطة هنا إذن ناهي الجملة no they didn't يعني مثل هاي شون جاوبنا باستخدام الفعل المساعد السأل نبي هنا هم يعني they no they didn't لأن سأل بالdid فالجواب رح يكون أيضا بالdid وبما انه no didn't تصير they lost لا هم لم يفعلو هم خسروا they lost هم خسروا what فراغ the score what was the score ماذا كانت النتيجة نخلي was تمام it was two to one to everton كانت هي كانت was two to one to everton ok وبس خلص هذا التمرين ننتقل ل التمرين c هنا يعتبت على حل الطالب انه يقول فكر بنتيجة لعبتين مع الكرة القدم واكتبهم بهذا الجدول زين نخلي هنا اسم team وهنا اسم team هنا اسم فريق وهنا اسم فريق ونكتب النتيجة مثلا العراق مع مصر ايجبت اراك ايجبت شنو النتيجة مثلا اثنين الى واحد وايضا العراق مع سوريا سوريا العراق مع سوريا سوريا شنو النتيجة مثلا اربعة الى صفر وهكذا الحل يكون up to you اعتماد عليكم ادوش ترغبوا نخلوا وهذا ايضا مو مهم هذا بالوزاري بس بالصف اللي يحتاج يحله فاني حليته تمام واللي هنا نكون خلصنا هذا اللي لا تنسون اشتركوا بالقناة وخلوا لايك للفيديو واي سؤال اكتبوا لي بالتعليقات ان شاء الله اجاوبكم مع السلامة اشتركوا في القناة